انا بدأت باحمد السول الله عشان هو هيبقى رايم من اللاعبين يا ممكن يقول لي مثلا لأ كانت لعيبة من دايقة او اللعيبة زعلانة او اللعيبة شايفة انه لأ ممكن برة تبقى الامور احسن لهم وكده اللي يخلي لعب ويلعب في طلاع الجيش حابب انه يقوم موجود مع طلاع الجيش هو لعب كبير وانا بقول دايما ان انت ساعدت انه يبقى لعب كبير وفي اسماء ما كيتش معروفة بقيت معروفة دلوقتي في الكرة المصرية ازاي بحس انا بشوف في الملعب اللعيبة كلها عندها حماس وحافظ انها هيئمة تكسب المرائم على الاقل ما تخسرش المبرازة وصلت لعطلية وعشان العطلية دي نقطة مهمة جدا يا كابتن طول شوف لما من ساعة ما اشتغلنا وهنا حطينا هدف والهدف ده وصل لعبين ما في الشك اي منظومة ناجحة وراها يعني شيء معد مسبقا عشان انت تنجح ما بنتركش حاجة للصدفة وده اللي اعلننا للعبين واشتغلنا عليه وضغطنا فيه على اللعبين بشكل كبير جدا ممكن اللعبين يكون مستاء كعادة اللعب المصري يعني هو ما بيحبش الضغطة التدريبية وانك دايما تسيبه على راحته لا احنا يعني كسفنا انا عايز فينا بقول التفصيلة الزيادة كمان الضغط والتعب والفلول يعني مثلا هو لو بياخد مليون عايزهم عشرة وعايزهم عشين بطبيعة الحال يعني طبيعتنا البشرية كمان بس في الشغل عاوز على قد احنا كمان يعني زودنا العيار شوية على اساس نوصل اللي انت بتتكلم عليها كريم اللي انت اللي بتشوفه ده داخل ملعب اللعب وقف على حلة بدن يمشي كويس جدا بعدين تكتيكيا يعني انت بتمشي على جميل السعيدة تكتيكيا زهنيا وبعدين وصلنا اللعبين ان مش مستحيل انك تمشي تقدر توصل للمكان قديم وابتدت صراحة بتوفيق رب نصف محنو تعالى النتائج تساعدنا ثلاث نقاط وراء ثلاث نقاط ثم نقطة ثم ثلاث نقاط ما نخسرش يعني كنا ان احنا نملك الريكورد ده ده عدم الخسارة في 18 مباراة اعتقد ده يعني ما تعملش على مستوى الدوري من زمن كبير جدا كل الفرق الكبيرة طبعا بالزبط كده عشان توصل للرقم ده طبعا انت محتاج عمل دقوب ومنظم ولعيبة جاهزة نفسيا تكتيكيا ذهنيا طبعا والهدف اللي هما بيوصلوا في الشك طبعا احنا بنعمل في اطار متكامل تمام اولهم الادارة لان طبعا الكلمة اللي انت بتقول تهل احمد الحوافز اللي تم وضعها للعبين كلها مرتوط جيد جدا استجابة الادارة لتنفيذ هذه الحوافز وده طبعا انا بشكر فيها مجلس الادارة بشكل كبير جدا جدا لوحسام خضر رئيس مجلس الادارة جهاز الرياضة لان دافع بشكل كويس جدا جدا في الفطرة ديت وكمان يعني شغوف جدا ان احنا نوصل المشروع اللي احمد بتكلم عليه المهم جدا المواصلة يعني الحكمة بتقولك الوصول للقمة سهل لكن المحافزة عليه هو الصعب هو انت النهاردة انا بمثلها كده انت دخلت وسط رش الدبابين فانت مطالب امكانيات كيفية المحافزة على اللي انت وصلت له واخد بالحضرتك عشان تحافظ على اللي انت وصلت له محتاج بعض المتطلبات ولي اللي نقلت ولي مجلس اللي احمد طيب في تفصيلة مهمة جدا بكلامة انا كوني مدربين العالم انت سهل جدا تحافظ اللاعبين امور تكتكية سهل جدا تزودهم بدنيا ذهنيا أثناء المباراة ودهما يتقل حتى على اللعب المصري ذهنيا ممكن يسرح يزهق يتعب اصلا انت كمان الاسلوب اللي انت تكتكي اللي انت بشتغل عليه ده محتاج تركيز تسعين ديئة وبعد تسعين ديئة واما مروحيني بقول لسا بكتزير نظر ازاي بتقدر تحافظ على تركيزه تسعين ديئة عشان لي حاجة في منتصة والله يا كريم اش عاوز اقولك بيحتاج مني مجود زي ما عمد بيقولك انا مبنامش عشان توصل لعقلية اللاعب وانه يحافظ لان انت اللاعب المصري صراحة غير مضبور ايوا بالضبط هيفك منك انت تبقى عمل كل حاجة صح وفجأة فكت يعني انت هاتلي فرقة بتلعب ثلاث مباريات يعني بمستوى عالي يعني انت ممكن تعمل مباريات جيدة ومع الفرقة الكبيرة يعني مثلا مثال كفر يطلع الجيش تلاقي مع الاهل والزمالك الفرقة الكبيرة جدا الفرقة الكبيرة عامل مباريات هيلة تكتكية وعلى الصعيد التحفيزي وعلى الصعيد التكتيكي وحتى انت انا كطاري العشاء المدربهم ما بحتاجش دوافع كتير جدا في الكلام اللي هم محفزين تيجوا قدام المقصة تلاقي خسارة النقاط تيجوا قدام الجونا المرتين الوحيدة اللي تعرضنا الهزيمة هم جونا رايح جاي رايح جاي جيت قدام اس محا احتربي طبعا لعندية دي لكن جيت قدام اس خسارة نقاط لو انت عديت النقاط اللي احنا خسرناه مع مفترض الفرق اقل مننا في الترتيب كنت انت عديت المرحلة دي بشكل كبير جدا متواجد في الرابع اللي هو واحدك على الاقل صح وكنت كمان ممكن توصل اكتر من كده لكن مع الفرق الكبيرة تيجي يعني حاجة اللي يعني صراحة يعني معدلة صعبة كدا ان قدام الفرق الكبيرة انت مخسرتش من الفرق اللي فوقت كلها لزمالك خسرت لأهل خسرت لبرمز خسرت ولا حتى مع من ثاني استر كمباني فرق اللي ازاي ديت يعني احنا جدك وخد منك بشكل كبير هنأخذ الفرق اللي اعلى منك في الكوالة بشكل كبير في يوتشار في يوتشار ما خسرتش بالعكس انت في يوتشار حتى لو احنا ربنا كرامنا في ماتش الاسماعيل اللي جاي احنا بالمواجهات ناخد المركز الرابع لو تعادينا حتى ستة وخمسين ستة وخمسين احنا بالمواجهات لان احنا التفوقنا في يوتشاريح جاي في المواجهتين فالمجهود ده بياخد منك بفي الشكل مجهود ذهن جدا جدا عشان تحضر اللاعبين من مباراة لمباراة وما تنساش كمان ضغطة المباراة من مباراة لمباراة لعيبة ذات نفسها ايه اللي انا بعاني منه في الفترة الاخيرة اللعيبة زهقت اللعيبة وصلت لدرجة الملل فانت لازم تجدد ليه؟ ليه ملو الفترة طويلة دورة طويل دورة طويل لدرجة اللعيبة بتطلب مني شخصيا ان انا اريح لكن انا الاسف لقلة العدد مش قادر ريح فاحنا محتاجين نواصل المشوار خلاص انواصلنا لخلاص للمطش الاخير انا عاوز اقولك الخمس المطشيات الاخيرة دول خدوا مني تحضير نفسي وزهني وحضور مع اللعبين بشكل كبير جدا جدا عشان اللعيبة ما تقعش منك وتواصل واصل اتعارف الحتة اللي بتقول عليهم مل لعبة كرة القدم محتاج يفصل محتاج ان هو يغير الاتوصفير بتاعه عشان يرجع تاني يستعيد نشاطه نظرا للطول وداخل فيه منافسه ولولا ان احنا الهدف بتاعنا من مباراة لمباراة بيتجدد هو ده اللي عطينا الدافعية بشكل اللي احنا بنخاطب بين لعبين يعني احنا كنا قبل مباراة اللي بتاعت النادي الاهلي احنا بنلاعب طبعا النادي الاهلي بشبابه لكن اسم النادي الاهلي كبير بس احنا ما بصناش من اللي بنلاعبه احنا بصنا للهدف اللي احنا عوزين نحققه التلت نقاط بالنسبانا هيقربونا من المنافسه على المركز الرابع فعشان كده كنا نازلين الهدف واحد هو تحقيق الفوز حتى لو كان على صعيد النادي الاهلي